موسيقى موسيقى سلام معاكم رؤاة أتمنى الحلقة الماضية عجبتكم قبل ما أخليكم مع حلقة اليوم خلوني أذكركم بأن أوكي تعتبر من أكبر مصدري لتوليموت في الشرق الأوسط وأهمها البولي بروبيلين والبولي أثيلين اللي تدخل في الصناعات البلاستيكية اللي نستخدمها بشكل يومي خلوني نشوف إيش نحضر شيف معاد مع ضيفنا هلال نشوفكم في الأسبوع القادم وشاهدة ممتعه لإعداد تريد عماني بالسمك وعيش يبيض مشهول أتبع الخطة كما يلي مرحبا مليون لكن في البداية ألوك صنارتك وروح لك عوادي حيبي وصيد لك هالقاذرة تتبيلتهم ليمون ملح وبهارات مشكلة وخلط يمخلط يمخلط وعلى طول في الجدل نحط لمن الذهب الأصفر حط لك من البصل كثير ما حصل من الثوم مترون وهذا هنتحس بقص صاكاري كاربتا وخلط يمخلط بهارات برية وخنابة برية هذا علاج البارد مرة هو أحين بنحط هذا السمك المتابلينه بنخليه شوي مع السمن والبهارات مشكلة والبصل اللي عطينا أحين نحط الصلصل وثلاث لوميات في القول نحط نفس بهارات السمك نحط نفس بهارات السمك ونمرق للحين خليها تبوك بوك شوي كمين نص ساعة 20 دقيقة ومورها منتهية ومورها طيدة طبعا وصفتنا هي ثريد سمك لكن لما يبدأ الثريد ننسوي لعيش مشهول أصول والعيش المشهول ما يبال لتعلوم شوي الدهن وبهارات حب وملح يا السلاء ونحط له منذ العيش المخرس والمغسود والمغسود يا السلاء صالونة الجيدر مات بنار وايد نقتل عنها النار أحين بعد ما كملكت الساعة وندري فوق هذا الحشيش الأخضر ومع الصالونة أكيد اللومة رقم واحد يا السلاء اسميها ضبطت ايه وشاهد لنوار أحين حط السمك على الخبز العماني هذا ما شاء الله بوقيصر اليوم جايبين من صحار حط له شوية هذا الزينة زينها الللمون وهندر عليه منذ الأخضر شوية والبسط زين هاي ثريدنا وجهز تراها لكن لما بيحب الثريد مكربين لك هنا إيش أبيان مشهول ومرتب كو تسوي منذ الضبط حط له منذ الصالونة رشة تسمن أمورك العجيب السلاء وهم شي عصرة الليمون فوق أكيد ضرورة وعن يزعل علينا ذا الصحن نحط له شوية منذ الزينة الغاوية واكيد ليش الهبيض هي السمن تخروا علينا الجماعة اليوم عشان لذان الله أكبر الله أكبر يالله بسم الله حتى من كثر ما عجيل ما شاء الله يشان يتسحر فصلنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وكر على الله رائحة الأمور عادة